أن معركة التحرير قد انقبت حينما كانت هناك ما يسمى بدولة التمكين الداعشية حينما أقام داعش واحتل أكثر من ثلاث محافظات غربية وشمالية من البلاد وجنابكم كنت تواكب على مدار اليوم مساء عملات التحرير لكن عملات التحرير كانت تحتاج إلى قوات ميدانية عسكرية تعبوية ما معناه على الأرض أما الآن باتت هذه المعركة نوعا ما بخطوط المتوازية المعركة الأولى هي معركة الاستخبارات والأمن معركة المعلومة التنظيم نقل الحرب من المدن إلى حدودها ومن حدودها إلى مضافات مبعثرة وإلى أماكن وعرة من بينها أخطر المناطق هي ما بين صلاح الدين وكركوك الوديان الثلاثة وادي الشاي ووادي زغيتون ووادي أمب الخناجر فضلا عن مرتفعات بادوش وقراتشوغ وفضلا عن مرتفعات الشيخ يونس هذا إذا علمنا أن الأجداء الاستخبارية ماضية قدما في تفكيك هذا التنظيم وبقاياه للعلم فقط استاذ محمد أن دائرة أمن بغداد نجحت إلى حد كبير في كبح جماح التنظيم الإرهابي من بينها قتل ناقل الانتحارين الرئيسيين الذي قام بتفجير مدينة الصدر وسوق الوحيلات من بينها عمليات كبرى تطلع بها دائرة أمن بغداد في حتى محافظة كركوك وبعض الضواحي المتاخمة عند محافظة كركوك هذا إذا علمنا أن مديرية الاستخبارات العسكرية بصورة يومية تقوم بالقبض وتفكيك وإجهاض بضع عمليات التسلل التي يطلع بها التنظيم حينما يتخذ من الليل جملة لذلك الحرب الضروسي الآن التي تقودها الأجزة الأمنية العراقية هي عبارة عن حرب المعلومة وحرب الاستباق وحرب الإجهاض في سباق محموم دعني أقول لك التنظيم كلما حاول أن يطور نفسه الأجزة الاستخبارية كلما حاولت أن تحتوي هذا التنظيم جهاز المخابرات الوطن العراقي اطلع بدورين الدور الأهم وهو استدراج الكثير من القيادات التنظيمية سواء كان في سوريا في تركيا في غيرها واستدراجها إلى الساحة العراقية بعد القبض عليه والتحقيق معه والاهتداء له من بينهم الشيخ الدكتور اسماعيل عيثاوي وهو رئيس اللجنة المفوضة للتنظيم والإرهابي أيضا جمال المشهداني الذي قام بضرب طوص خرماته بعشرين صاروخ يحمل رؤوسا كيميائية وقام بقتل أكثر من عشرين ضابط من ضباط البيش مرقة وتجول بهم بسيارات مكشوفة نعم لو نتحدث عن قضية الوضع في شمال بغداد يعني الحزام الأمني لبغداد أعلن خلال اليومين الماضيين عن تشكيل قوة أمنية من أهالي قضاء الطارمية للمساعدة في ضبط الوضع الأمني في القضاء كيف سيؤثر هذا الإجراء برأيك على الوضع الأمني بأي اتجاه يخدم القوات الأمنية طبعا السادة محمد تعلم أن هذا الإجراء وإن كان متأخرا لكنه أجهض عملية المزايدات التي طالت أهالي الطارمية أهالي الطارمية طبعا لطالما اكتووا بنار التنظيم ولطالما قتلهم التنظيم وصادر مواشيهم وحرق مزارعهم وهددهم بالقتل وأخذ الأتاوات كما تعلم أن الطارمية مساحتها تناهز أكثر من مئة ألف فدان وعملية التطويع بضع مئات من أهالي من شباب من رجال أهالي الطارمية أولا أجهضها ما يسمى بالمراهنة على الحرب الطائفية طارة أخرى لذلك هذا الإجراء أولا سيمتن العلقة والوشيدة بين الأجزاء الأمنية والأهالي وهذا سيجعل الثقة طارة أخرى لكل حجر ومدر قد يؤوي له التنظيم وأعتقد أن التنظيم سيخشى كثيرا من هذه الخطوة هذا إذا علمنا أن هناك جهد استخباري معلوماتي من قبل أجزاء الاستخبارية الموجودة والمرابضة هناك على منطقة الطارمية التي تضم أهم وحدتين ناحية العبايشي وناحية المشاهدة وطبعا كما تعلم السيد محمد الطارمية يعني هي ترتد بأخطر ثلاث محافظات كانت بالأمس القريب موألا لداعشي وهي صلاح الدين من جهة يثرب ومن جهة سام الراء والإسحاقي وكذلك الأنبار من جهة صحراء القرمة وكذلك حتى ديالة من مناطق أيضا متاخمة إلى هذه المحافظة فضلا عن العاصمة بغداد لذلك الجهد الاستخباري ماضي قدما بتفكيك أواصر كل التنظيم وبقاياه وشضاياه في الطارمية وغيرها هل تتوقع خطوات مماثلة مثلا في أبو غريب في المحمودية في اللطيفية يعني كل حسب خصوصيته في أبو غريب التنظيم لا يستطيع أن يتوارى أكثر من الذي توارى به لأنها طبيعة الأرض طبيعة الجغرافية قلة الأجمات قلة المزارة والبساتين ضعف تربية أحواض الأسماك التي كانت تعد وما زالت طبعا فيها بعض المفاسد الكثيرة في مناطق دعني أقول لك جنوب بغداد اللي هي مناطق اليوسفية ومناطق الإسكندرية ومناطق اللطيفية ومناطق جرف الصخر والمناطق المتاخمة إلى مناطق الشريط الحدودي لمحافظات الجنوب والفرات أعتقد أنها تحتاج إلى عمليات تبتيش بالتعاون مع أهلها وتحتاج إلى مزيد من عمليات الدهم بالتعاون مع أهل المنطقة لضمان عدم وجود أي من أفراد التنظيم هناك نعم طيب برأيك هل يمكن أن تتأثر العمليات العسكرية العراقية ضد تنظيم داعش في حال سحبت القوات الأمريكية قواتها القتالية من البلد باختصار يعني أولا لا توجد قوات قتالية على الأرض في الوقت الحاضر للأمريكان العراق يحتاج فقط قوات دعم تدريب تطوير تسليح تجهيز وأعتقد أن التطوير والتسليح والتجهيز نحن لدينا طائرات الأفسكستين ولدينا دبابات برامز ولدينا صواريخ هيلفاير هذه نحتاج إلى عملية سيرفيس وعملية تجهيز طارة أخرى لغرض رفع المستوى القتالي فضلا عن أجزة الكمنيكيشن وفضلا عن النواظير النايد فيجين جوجل لرفع مستوى القتالي لدى جميع الأجزة الأمنية من بينها التعبوية والميدانية هناك أستاذ محمد